أستاذ الله جميع وقاتكم يعني دعني أقف على الأقل في المنتصف بين أستاذ علي ودكتور حادل تبقى تسريبات من صحيفة يعني صحيفة إمارات في مرموقة ومعروفة لكن يجب أن لا تكون بالفعل مسلمة لكن يمكن أن يستنار بمثل هذا الطرح لكن النقطة الأهم في رأيي أن هناك وساطة عمانية ووساطة قطرية واضحة جدا لتسريع تقريب وجهات النظر وهذا واضح وملموس النقطة الثانية أن السعودية بالفعل معنية ببدء عملية سياسية من شأنها جمع كل الأطراف اليمنية الحكومة الشرعية وبقية الأطراف اليمنية على طاولة المفاوضات وبالفعل ستكون السعودية داعم لمجريات هذه المفاوضات ونتائجها ستدعمها السعودية وستكون بالفعل ضاما لنتائج هذه المفاوضات النقطة الثالثة السعودية معنية حقيقة بتأمين حدودها ما بينها وأعتقد أن السعودية ربما تجد لها عذرا بأن تسلك كل المسارات في سبيل تأمين حدودها بالطريقة التي هي تراها بغير معزل عن التنسيق مع الحكومة الشرعية التي يقود فخامة الرئيس العالمي النقطة الرابعة أيضا وهذا لمسه كمراقب أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت على الأقل المتمر الصحفي الذي عقد عبر الهاتف للمبعوث الأمريكي قال أن الولايات المتحدة الأمريكية ستؤيد كل ما ترى السعودية يحمي أمنها ويسهم في إيجاد عملية سياسية بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية كما شارد الدكتور عادل بالفعل ستكون مجبرة على الأقل في هذا الضرب أن تؤيد الرئيس السعودي ولذلك لا أستبعد وجود مفاوضات بالتنسيق مع الحكومة الشرعية بغير معزم حكومة الشرعية أنا أجل من الحكومة الشرعية على الطلاع بأي مفاوضات قد تكون جرت لكن هناك تنسيق عالي جدا مع الأشقاء في سلطنة عمان مع التأكيد السعودية على الأشقاء في سلطنة عمان في الوقوف في الموقف المحايد بين الطرفين ما بين الشرعية والمملكة العربية والتحامل العربية وما بين التمرد الحوثي حتى لا تكون هناك علامات تشكك أو استفهام في هذه المفاوضات لذلك أنا أرى أن الملف اليمني يمر في مخاض أرى أن ملامحه باتت قريبة بانطلاق عملية سياسية المجتمع الدولي يدعم في هذا الاتجاه كما أشرت أنت قبل قليل وكنت أريد أن أشير ليه بالفعل سفرات حد أوروبي وذهابهم إلى لما تكون تأكيد أنها رسالة واضحة جدا لدعم هذه الجهود لذلك أنا أرى بعين تفاؤل بأن الملف اليمني سيشهد انفراجها لكن هناك معضل أراها بدأت المساء هذين اليومين مع وجود الحجمات القوية جدا التي شهدها الداخل الإيراني في اعتقاد أن هذا ربما يؤخر أو يعرقل أو يفرمل أو يجمد هذه الأجواء نظرا لأن إيران بالفعل بكل أسف تختار الخاصرة الأضعف للانتقام من إسرائيل أو الانتقام من العالم الغربي ربما تعود إيران لتجميد هذه المشاورات إلى وقت اللاحق في وجهة نظري كمراقب أنها كانت قابق أوسينا وإدنى بأن تشهد انفراجها لكن الأحداث الأخيرة وزيارة بلينكين اليوم لتلابيب ربما أيضا تدفع أو تريد هذه المفضل نعم إلى تأجيل الإعلان عن أي نتاج نعم إلى تأجيل الإعلان عن أي نتاج نعم إلى تأجيل الإعلان عن أي نتاج